بسم الله الرحمن الرحيم في نهاية القصة المشهورة بتاعة أصحاب الخدود بتحصل آية عظيمة بتاعة مقتل الغلام وبتدخل أغلب القرية الإيمان لكن الملك ساعتها بقرر أن دي يكون معركة صفرية زي معارك كتير بتحصل بالإيمان والغفر قرر أن احنا هنخلص على أهل الإيمان فعملوا الخدود الكبير المشهور وولعوا في الخدود النار وجابوا بقى أهل القرية دي كلهم رجالة وستات وكبار وصغار وما إلى تلك وبدأ العرضة بسيط جدا عايز تعيش هترجع للكفر مصر تفضل على الإيمان اللي انت دخلت فيه هنرمك في النار انت وأهلك بالفعل يثبت الناس على الإيمان بعد الآية العظيمة اللي شافوها وتأكدوا أن الملك ليس بالإله وبيبدأ بالفعل يرموا الناس دي واحد ورد تاني كبار وصغار رجال ونساء ناس بتترمي في النار وبتتحرق فلك أن تتخيل أن المشهد لن يخلو من أطفال صغار بيترموا في النار لا ذنب لهم وبتحرقوا أحيانا قد تطرح القصة دي في روح الإنسان مجموعة من التساؤلات زي مثلا طب لي ربنا سبحانه وتعالى ما نجاش الناس دي مدون الإيمان وسخط بأهل الكفر إذن بعيال صغيرة أنها تتحرق وما إلى ذلك تقلب صفحات القرآن فتخبط في قصة جديدة قصة سيدنا إبراهيم مع قومه فبرضو نوصل لمرحلة صفرية أهل الكفر يقرر بص بقى يأخذ النبي ده إرمي في النار ويدخل النبي في النار لكن وفاجأ المرة دي بقية عظيمة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل النار بردا وسلامة على سيدنا إبراهيم هنا تفرح بقى حسنا القصة ماشي شوية مع نفسك فيه الإيمان ينتصر ما دل المعامل الحق وما دالك لكن هتقلب شوية في صفح هذا الدين لتكتشف أن فيه أنبياء تم قتلهم يعني فيه نبي مسكوا الناس وجابوا منشار شقوا بالمنشار أتلوا به فيه نبي قدمته قدمه رجل كمهر لإمرأة بغي قدم جسده كمهر بغي لكن تتخيل هذا نبي عظيم يعني مش مجرد حتى واحد من البشر ده نبي فأحيانا تطرح يعني النوع ده من القصص الشديدة وتلك المعارك الصفرية وتلك الدرجات من العذاب والألم يعني أسئلة في نفس الإنسان وأحيانا ما تطرحش زي عيبنا كتير الناس بتتعمل مع القصص عادي يعني وتكمل في حياتها لكن لما تبدأ المصائب تخبط على بابك أنت تبدأ تطرح الأسئلة المصائب نوعين نوع منه يحدث بصورة مؤقتة ثم ينتهي سريعا ونوع منه يحدث ويطول الزمان به وأحيانا يطول لحد ما الإنسان يتوفاه الله عز وجل في النوع الأولاني مثلا واحدة بتروح وتيجي مع صاحبتها الكلية آآ انتيم ليها آآ عشرة سنين وفجأة بتكتشف إن صاحبتها هيدي في المكروس عملت حاثة فتوفاه الله عز وجل وطبعا نموت للشباب الصغير فأيابنا دي كثر جدا يعني فالبنت بتخش في حالة صدمة وبتبدأ تحزن على صاحبتها ممكن تكون برضو ماماتها باباها وما إلى تالي لكن النوع ده من المصائب قصير في قطاره الزمني يعني أمها ماتت أبوه ماتت كم يوم والإنسان بيكمل حياته وربنا سبحانه وتعالى شاءت أقداره إن الإنسان من نعم العز وجل لين هو ينسى لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الناس علشان تنغمس في أحزنها ده خلقهم علشان يعبدوه وبالتالي قدر العز وجل الإنسان دايما يقدر يقوم مع الأرض ويكمل مرة تانية إنه قد من المصائب مع ثقله على النفس إلا إنه هو سهل إنه بيعدي في مصائب تانية بتبدأ تطول زمنيا في أجازة مصر اللي فاتت كنت رحت للدكتور خدت علاج فالعلاج ده عمل لي مغص شديد جدا في ضلط من الساعة 2 الفجر لتسعة الصبح بتقطع على السرير وأنا عايش تلك الألام كان يحضرني حكتين فقط المعنى الأولاني هو إن سبحان الله الناس اللي عندها أمراض مزمنة وما بتعرفش أصلا تنم من أمراضها وعيش بالمرض تلك المصيبة الدائمة الناس دي عيشة زي أنت متخايا لو كنت في إنسان للنهار يتألم بسبب حاجة ما بيعرفش يدوء طعم منه ما بيشفوش المعنى التاني الذي كان يحضرني أن مصيبة المصائب إن الإنسان يقول به الأمر فيفضل يعذب في قبره أو في نار جهنم ولا يعني يستبشر خيرا أن يتوقف عنه هذا العذاب وهو عذاب لا يطاق يعني الإنسان لما بتوجعه حاجة في الدنيا شوية يعني أنا خلاص بطني بتوجعني ساعتما هتخف يعني لكن تخيل لو دخلت في هذا العذاب الذي لا ينتهي هذا النوع من المصائب الدائمة زي الناس أصحاب الأمراض المزمنة تحدي عنيف جدا 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 ولد الله أرحمه ويحسن إليه توفى الله لما كان 52 سنة آخر خمس سنين من عمره كانوا عبارة عن أمراض يعني ألام المرض فهو عاش في النوع ده من اللي بتلقات حالي خمس سنوات وكان عنده زي كذا مرض دخلين في بعض بصورة إن الدكاترة مش عارفين يعالجه مين لأن لما بيجي يعالج مرض بيسمع في التاني فأصبح الوضع إن إحنا سايبينه يتعايش مع ألامه يعني مش بنعالجه ممكن مسلا تجيله غيبوبة مش عارف إيه نعمل له بازل حاجات من دي لكن هو متساب لحقيا بيموت بالبطيء يعني قبل معاد فرح الأولاني بأربع أيام كان والدي قاعد في وسط الليل على السرير وبيقول يا رب بس أحضر بس فرح ابني يا رب وكانت أقصى أماني إنه يشوفني متجوز وإنه مايموتش في توقيت يبوز كل ترتيبات الفرح لكن السر اللي لا يطلع في فجرية هذا الصباح وتعرف الله عز وجل والدي وأجل طبعا الفرح شوية فلما تيجي تتأمل في هذا النوع من الابتلاءات الدائمة الحقيقة ده ابتلاء يهد الإنسان يعني لن تعدم أناس كنت كنت بنشوفهم بيصلوا وبيصوموا فلما وقعوا في النوع ده من الابتلاءات ساخط على قدر الله عز وجل لأنه ابتلاء عنيف أنت فصلا مثلا أنا عندك حاجة خلاص من النهار ده لحد ما تموت أنت مش حافظ تصرف معه ما بيت نايمكش مثلا هذا ابتلاء عنيف جدا 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 فسأل الله العافية على كمية النعم اللي فيك حتى لو عندك حاجة بتجعك كده ولا كده عادي يعني بتقوم وبتمشي حياتك في ناس حياتهم حرفيا وقفة أحيانا الناس مع النوع ده من المصائب بتبدأ تسأل الأسئلة الغلط يعني مثلا نبدأ يقول لك أنا عايز أعرف ده بقى ابتلاء ولا عقوبة وهذا النوع من الفلسفة يعني والحقيقة سواء ده كان ابتلاء ولا كان عقوبة أنت ينبغي لك أن تقبل على ربك تصبر على ما أصابك وتسأل الله لا تسأل الله عز وجل العافية وما أكثر دنوبنا يعني أن نسيت نص الآية أظن بسم الله الرحمن الرحيم فبما أصابك من سيئتي فبما كسبت أيديكم وعفاً كثير شيء من هذا القبيل نسيت الآية فالإنسان أصلا دنوبه كثير فالموضوع اللي يحتمل تلك الرفعية بتاعه أنا عايز أعرف ده ابتلاء ولا عقوبة أقبل على ربك يعني إحنا كده كده دنوبنا كثيرة سواء كان ابتلاء أو عقوبة أقبل كمان إحنا هو يعني في شقة غيبي ما أنت مش عارف بالزبط ده جايل إيه هل ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرفع به درجاتك هل ده عقاب لك عن حاجة حرام اقتربت منها الله أعلم أحيانا حتى السؤال يبقى سخيف يعني مثلا طفلة عندها أربع سنوات يا صلاة مصيبة يقول لك وربنا بيعقرب عليه يا أخي أربع سنوات دي هتتعاقب في إيه دي لسه لم تبلغ غير مكلفة فلما تعاقب فلا ده ابتلاء بس أحيانا الابتلاء يكون للإنسان لوحده أحيانا الابتلاء يكون للناس اللي حوالي الإنسان كمان معاه يعني الطفلة دي ممكن يكون الابتلاء مش بس ليها الابتلاء لأبوها وأمها وأخوتها يتعاملوا إزاي هل هيحسن ولا هيسيء وفي أم ابنها لما يتولد ويكبر تكتشفى أنه ده عنده أعاقات ذهنية تبدل طول عمرها طرعها هذا ابتلاء عظيم تعيش معه الأم ده وباب من أبواب الجنب فواحد مثلا مراته على وش ولاده وعليه أقصات شقة وعربية وفجأة في الشغل هو مانديس برمجيب بيقولوله انت هتشتغل في مشروع البنك ده يا جماعة حرام مش عايز اشتغل يقولوله لا هتشتغل هتسيب الشغل فهو هنا يدخل في ابتلاء هل أسيب الشغل وهل اشتغل في حاجة أنا شايفها حرام طب هل مراته هتدعمه طب لو هي في أزمة مادية طب هل مراته هتقوله طب خد حتة الدهب دي بيعها عشان نصرف أمورنا دلوقتي يعني فهمين معنى الناس اللي هتقبط معك في الابتلاء ده لها ردود فعل الناس دي دخلت الامتحان سواء هي حسنة أو ما حسيتش يعني تفاعلك مع ابتلاءات الآخرين هي جزء من امتحان لك انت في حد ذاتك خلاص تجد الناس في ابن دي عادي جدا تشجع ناس حرام أنا أعرف واحدة جاءت لها شغل أنا في فندق وكانوا طلبين انها تقلع الحجاب وتلبس بتاعي شبه في رجبة والبنته لأمرأة محجابة مامتها قلت لها روح عشان يعني تشتغلي وراحت وقلعت يعني فهمين ده بيحصل فده ده ابتلاء بيقع في كذا طب أحيانا الناس اللي ده برضو تقعد أسألة 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 كثيرة وفلسفات كثيرة زي مثلا طب ليحنا ربنا خلقنا طب أنا ما اخترتش ان أنا خشت الامتحان ده والأسألة دي يعني أسألة قديمة جدا وأهل علمه يجيبين عليها وفي معضلة مشهورة لها بيسميها معضلة الشر أظن الدكتور سامي العمري كلام في هذا القضية وغيره يعني قضية قديمة يعني مشهورة لكن حضرتك خلاص جوه الامتحان الامتحان آخرته يا إما نجاح يا إما سقوط فالرفاهية دي مش إيه مش موجودة يعني رفاهية السؤال ده أخي انت جوه الامتحان ما فيش معنى نكاط تبدل برجلك دلوقتي أنت جوه الامتحان يا ناجح يا صائح من الناس أيضا في خضايا الابتلاءات دي من يعبد الله عز وجل على الحرف يعني تجده لو ربنا سبحانه وتعالى ده يعبد لو أخذ منه يترك بل يسخط أحيانا على خضار الله عز وجل أعرف واحدة ربنا سبحانه وتعالى كانت حامل في ثلاث أطفال وفجأة ثلاثة في الآخر بيت ولده ميتين وكانت تعبد الله عز وجل فزهدت في العبادة فترة طويلة من الزمن وكنت ألومها على كده فالإنسان لا ينبغي أن يعبد ربه في الخير فإن أتت الامتحانات ترك العباد ده إنت أكثر توقيت المهود تقبل فيه على الله عز وجل هو التوقيت بتاع الإيه؟ بتاع الابتلاءات في معنى هنا عظيم ينبغي أن نستحضره الجنة هي سلعة الله الغالية إنت هنا في الدنيا دي لسبب واحد بس إنت هنا من أجل أن تدفع ثمن الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر إنت هنا عشان تدفع ثمنة إنت هنا مش عشان تاكل وتشرب وتحب وتتجوز وتخلف الحاجات دي موجودة حوالينا أمور الدنيا اللي إحنا وإحنا بنعملها ننويها لله عز وجل بس مش ده إنت هنا عشان ده إنت هنا عشان تخش الجنة إنت أنزل أبيك من الجنة إلى الأرض لكي تدخل هذا الانتحان تقدر الله عز وجل الحكيم العليم القبير لطيف بعباده أنك تدخل هذا إيه؟ هذا الانتحان فلازم تستوعب فكرة أن تلك الدنيا هي دار ابتلاء وليس دار جزاء دار ابتلاء وليس دار جزاء المشهد الكل دايما في حتة الدنيا الصغيرة في الحتة الكبيرة بتاعت الآخرة فلازم دايما تستوعب المشهد ده أحيانا أيضا يظن الناس أنه هناك حتمية للعقوبة للظالمين يعني مثلا أنا وقع على يظلم من حد لازم الظالم ده تقع عليه عقوبة عشان أنا ارتح بقى واشوف حق في الدنيا وبرضو لا عادي ممكن تتظلم وتبتلى بهذا الظلم وعادي ممكن يبقى رجل يعني رئيس مافيا بلطج كبير في البلد ويعشته لعمره ويورث وعياله ملايين ويفصلهش حاجة طب فين حق إيه لازم دايما تفتكر أن فيه مشهد كبير في حتة صغيرة اسمها الدنيا في حتة كبيرة اسمها الأخيرة أحيانا ناس كثيرة لما تعجز عن أن تأتي بحقها في الدنيا تأبى أنه هو ياخد بيت حقه في الأخيرة يأبى تماما يعني مثلا زوجها ظلمها وبتطلق ومش عارفة تتصرف معها تعمل إيه مثلا تاخد العفش ترميه في أي مصيبة تسرقه وتروح مثلا المحضر تعمل فيه محضر تردد عفشك وتسجنه في الأيمن مثلا يعني فالسفة ده موجود فهي تنتقل من أنها كتنظلومة يوم القيامة تاخد حسنات أو تدي من سيئاتها لأنها تنتقل لأنها أصبحت ظلمة المشهد ده متكرر مشهد أن إنسان ينتقل من مظلوم أصر أنه يجيب حقه فرح ياخد حقه أكتر من اللازم فانتقل من مظلوم ظالم فتخيل المصيبة كنت إيه هتاخد سواب يا أخي وحسنات يوم القيامة فأبيت لكنت لا أنا أخد حق دلوقتي أنا أخده دلوقتي فانتقل بك الأمر اللي إيه لأنك ظالم يوم القيامة فهمين المصيبة؟ طيب فالإنسان ينبغي أن يحتسب يعني كل هذا الصبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه يعني أن يوم القيامة الناس المعفاة لما يشوف كمية الثواب اللي بتاخده الناس اللي كان عندها صبر على البلاء يود لو رجع الدنيا ويقرد بالمقاريد يعرفي المقاريد؟ يرجع بس ويتقرد يعني يتنفخ وياخد الحسنات يعني عشان تفهم قيمة الصبر هنا خلاص القرآن ما بيغشناش يقول بسم الله الرحمن الرحيم أحاسب الناس وأي يطرقوا يعني القرآن لم يكذبك هو قال لك أنك هنا من أجل الإيه؟ من أجل الامتحان أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم لها لدينا جاهدوا منكم ويعلموا الصبرين؟ قال لك أنه فيه امتحان وقال لك أن هناك ابتلاءات وحكالك عن قصص للأنبياء وقصص لبشر ربما يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هاهوا بعدين خلاص قال لنا فيه امتحان ما كذبش علينا وبشر الصابرين البشرى لمن؟ لأهل الصبر مع البلاء الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا الدين لم يكذبك هذا الدين حدثك عن أنبياء وحدثك عن شعوب وحدثك عن مصائب حصل وحدثك عن ناس صبرت وحدثك عن ناس جزعت وحدثك عن ناس عبدت الله عز وجل أحر فاختار طريقك فاختار طريقك المصيبة الحق أن تقع الإنسان في دينه ليست في ابتلاءات ستأتيك في ابنك فبوك فمك فخوك فختك فمالك ستأتيك ستأتيك أنت هنا من أجل أن تمتحن وبلاش الفلسفة بتاعة العقوبة ولا الابتلاء لو هنقل بالمشهد برضو قبل ما ننهي كلامنا هي قضية النعيم الإنسان لو عنده مصيبة فحاسس بالوجع فلما بتشوف ناس مسلا ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه في المال موسع عليه في الصحة فبنبقى متخيرين ده إنسان كويس مثلا أو وضع كويس الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس في الصراء وفي الضراء يبتليهم يعني يبتلي هذا بمصيبة وممكن يبتلي فلان آخر بالمال وده معنى تغفله الناس مش معنى أنه فلان دوت أنه معاه مال مثلا أنه غير مبتل لا ده إنسان ده ممكن يكون بالجرجر على على النار وهو لا يدري مرة ثانية زي ما المصيبة ممكن تكون ابتلاء أو عقوبة النعيم اللي فيه الإنسان ممكن يا إما يكون مكافأة على الطاعة اللي هو فيه وسطه للأرحام مثلا أو استدراج له لنار جهنم أنت لا تدري خلاص فهل ده المصيبة ابتلاء أو العقوبة هل هذا النعيم مكافأة أو مستدراج أنت لا تدري هناك مساحة غيبية بس مش معنى أنك أنت تراه موسع عليه أنه هو في خير لا ده أنا أعرف صحاب يعني وزمائل لم ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بالمال أصبح كل هم أنه يسافر هنا وهنا ويتمطط في البلد دي وفي البلد دي وتلاقيه ماشي على الشرطة ده بيتفرج على البلد على بيكيني وتلاقيه راح على الشرطة ده بيقرس مع بلد مش عارف ما إيه فلما فتح عليه إيه اللي حصل اتوسع زملاء كانوا هنا في مصر مثلا يصلوا لما سافر برة حياتهم تلقت بالفسق والفسوق هذا إنسان استدرج اللي هو يريتك يا أخي ما سفرت يريتك ما إيه يريتك يا أخي ما سفرت خلاص فما أكثر الفتن فانتبه خلاص أنت هنا من أجل دخول الجنة وجزء من المعركة الابتلاءات في شباب كتير جدا في مصر عندهم مشاكل عنيفة مع أهله عنيفة جدا في أهلك كمية الأهل اللي بيسيئوا للأبناء فغالبا ده تحدي كبير في واحدة قاعدة تقول له الوقت أبوها يا أمي بيشتم في أمها يا أمي بيضربها هي عايشة في تحدي كبير حتى مش ما فيش حد عايز تجوزها بسبب كمية الأذى اللي بيصل في بيتهم فدي إيه دي ابتلاءات الابتلاءات دي جزء بامتحان الصبر عليها مهم لو الابتلاء اللي انت فيه ده هناك طريقة للأخذ بالأسباب للتعامل معه لتخفيفه فالمفروض أنك انت إيه تسعى وتأخذ بالأسباب لو هي حاجات مما لا مفر منها فعلى الإنسان أن يرضى لا يسقط من قدر الله عز وجل ما تسقطش في الامتحان لما الامتحانات تخبط على بابك الامتحانات جاية جاية شئت أو أبيت جاية جاية كل العباد في ابتلاءات كلهم مبتدأ سواء مبتدأ بالشدائد أو مبتدأ بإيه مبتدأ بالسرار المعنى ده في غاية المهامية حاول تستحضره لأن حياتك لن تخلو منه خاصة مع في مصر مثلا ظروفنا الاقتصادية الصعبة ظروفنا الاجتماعية الصعبة يعني الفتن كثرت يعني وانت تجد اليوم النهاردة ده شيخ عن بالي تلاقيه وقع على الأرض وتجد أن الأرض ده الشيخ مش عارفش بأي فيها يتلاقيه خرب فجأة الدنيا وتجد فلانا اللي كان بيصلي تلاقيه من شأن حرب وتجد فلانا كان تمشي عيدة فجأة وقعد في الزنا الفتن كثيرة وتأخذ الناس يعني والامتلاءات كثيرة فنعقل علشان الامتحان كبير وليس بالهيد علمكم الله منفعكم نفعكم بما تعلمتم وزيدكم علما وافتكرون بدعوتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا